أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الرعاية التي تحظى بها رياضات الموروث الشعبي خصوصا سباقات الإبل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لها الأثر الإيجابي الكبير في تحقيق الإنجازات الخارجية لمملكتنا الغالية وتجسد حرص جلالته على إحياء التراث البحريني الأصيل ودعم المبادرات الرامية للمحافظة عليها واستمراريتها خاصة أن سباقات الإبل تمثل جانبا مهما من تراث البحرين المجيد وكان الأجداد يبدون كل الاهتمام والرعاية بها وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في مهرجان سمو ولي العهد للهجنة بالمملكة العربية السعودية في نسخته الثالثة المقام حاليا على أرض ميدان الهجن بالطائف والذي يحظى باهتمام ودعم من خالم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه وأيضا باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودية وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالنتيجة المتميزة التي ظفرت بها المشاركة البحرينية عبر حصول اندفاع وإنجاز ملك سموه على المركز الأول في شوطين مختلفين عن جدارة واستحقاق وأضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الإنجازات التي تحققت في مهرجان ولي العهد للهجن بالمملكة العربية السعودية ستكون دافعنا للمزيد من النجاحات لرياضات الإبل خلال الفترة القادمة وبين سموه إلى أن المشاركة البحرينية ضربت أروع الأمثلة خصوصا أن البكر اندفاع سجلت نجوميتها في الأشواط المسائية في سادس أيام المهرجان بتسجيلها أفضل توقيت وصول في زمن وقدره أربع دقائق وست وعشرين ثانية وتمن ينسموه أن تتواصل هذه الإنجازات خلال المشاركات القادمة وحققت البكر اندفاع أسرع توقيت في السباقات المخصصة لفئة الحقائق أبكار وقعدان وقطعت مسافة الشوط البالغة ثلاثة كيلومترات خلال أربع دقائق وست وعشرين ثانية حيث يعد التوقيت الذي حققته البكرة أسرع توقيت لفئة الحقائق أبكار وقعدان من بين أربعة وثمانين شوطا بمسافة ثلاثة كيلومترات لكل شوط وتشارك سبع دول من مختلف قارات العالم في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي وهي المملكة العربية السعودية مملكة البحرين دولة الإمارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية الأردن وعمان وقطر حيث انطلقت سباقاته يوم الأحد الماضي بمعدل خمسمائة واثنين وثلاثين شوطا وبجوائز مالية تبلغ ثلاثة وخمسين مليون ريال سعودي اشتركوا في القناة